بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله يا شباب جيناكم بتكملة للسلسلة حقات شروحات آآ ليغ اوف لجنز أساسيات ليغ اوف لجنز اليوم حنتكلم على آآ كيف تفرم زي الناس القادم أو كيف أجيب فارم عالي أو أنا فأنا عندي مشاكل في الفارم حقي ما نيقادر أسوي ما نيقادر أفرم زي الناس القادم أو كيف تفرم تحت التور أو آآ كيف كم قولد أخذ من المينيونز كل المواضيع هذي أو حنتكلم عنها أحبتين اليوم بشكل مبسط المفروض الشرحة اليوم شرحة بسيط خفيف إن شاء الله مرة سهلة على العالم تتعلموا وتفهموا بس آآ حعطيك كذا التكنيك أو كذا تقنية لو أنت اتبعتها تمشي عليها حيتحسن فارمك إن شاء الله مع الوقت بس لازم تتمرن وتجرب مرة وثنين وثلاثة وعشرة أو ساعة وثنين وثلاثة وعشرة إليه ما تتحكم أول شي لازم نعرفوا إنه المينيونز المينيونز كل تسعين ثانية يا شباب رايزيد الحقهم إن شاء الله لما نفكر الفراكتشتول بعد شوية حاوليكم إنه كل كل تسعين ثانية هتلاقي المينيون شوية زاد هلث وزاد الحقه وزاد الأرمار ما أنا فاكر يزيد الأرمار وهذا بس أنا فاكر يزيد الحقه أقل شي أقلها أقلها الحقه حيزيد فأنت أول ما تبدأ القيم أول كل مينيون ويف تجي تاني مينيون ويف تجي ثالث مينيون ويف تجي فاكريني شباب قلنا كل ثلاثة كل مينيون ويف تطلع كل ثلاثين ثانية الرابع على طول هيجي هلثها زايد طير يعني بعد كل ثلاثة بعد كل كانون اللي بعدها هتجي هلثها زايد فدائما لازم تحسب حسابك وإنت بتكتر المينيونز ترى اللي قبلهم كانوا هلثهم أقل اللي بعدهم صارهم هلثهم أعلى فلازم تنتبه لما تشوف البار تطالع فيها الشيء الثاني اللي لازم نعرفه المينيونز الملي بداية القيم يعطي 20 غولد وبعدين كل 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 كم الله ما نيفاكر كل تسعين ثانية أظن الله ما نيفاكر يزيد فاصلة فاصلة 0-1-0-غولد فمع الوقت الغولد اللي يعطوه برضو يزيد يعني كل ما زاد الحجم حقهم كل ما زاد الأستاذ حقتهم زاد الغولد اللي يعطوه فالملي يأطي 20 غولد طبعا بداية القيم بعدين يزيد زي ما قلنا الكاستر يعطي 17.5 أو 18 غولد أو 17 غولد وبعدين يزيد كل شوية الكانون يعطي 45 غولد هذا إيش معناها معناها المينيون ويفا اللي فيها 6 مينيونز كم تعطيها تعطيها حوالي 110 غولد المينيون ويفا اللي فيها 7 مينيونز تعطيها حوالي 155 غولد يعني لو أنت ما قتلت وجبتلك 13 مينيون تقريبا كأنك جبت كل كاملة على واحد لو أنت فوق الآدم اللي قدامك ب15 مينيون أنت عليك كل زيادة عليه وهذا اللي بنتكلم عنه على ضرورة المينيونز المينيونز بالنسبة بالزات بالنسبة للليينرز أهم شيء في القيم أهم من الكيلز لما أنت تجيب مينيونز في 20 دقيقة تجيب تجيب 200 سي اس أحسن من أنك والله في 20 دقيقة تجيب لي 5 كلات أو ل 6 كلات وعندك 50 سي اس تهمين يا شباب؟ طيب لحين التكنيك أو التقنية اللي أنا استخدمتها عشان أتعلم طبعا مو بس أنا استخدمتها أنا تعلمتها من الناس أتعلمتها من أونلاين أتعلمتها من يتيوب إيش تسوي عشان تحسن فارمك؟ إيش تسوي عشان تسوي فارم زي الناس ألا أدل أول حاجة تسويها يا شباب تبدأ بجربة التجربة هذه معي في الماستريز تسوي لك صفحة زي العسل تسوي لك ماستري بيج جديدة الماستري بيج هذه أنا مسميها سي اس تريني أو تمارينة سي اس صفرها كومبليتلي اللي هي صفر ما فيها ولا نقطة وتروح لك على رون بيج برضو بنفس الطريقة وتسوي لك رون بيج اسمها سي اس تريني أباك برضو تصفرها ما فيها ولا رونز ولا فيها ماستريز ولا فيها أي حاجة وتروح تاخد هالتشامبيون اللي خارجك اللي تحبه اللي تبتتعلم عليه طبعا كل تشامبيون تلعبه مختلف عن التشامبيون الثاني لما تلعب ADC البيس أتاك دامج حقه عالي شوي لما أوتواتاكس لما تلعب AP يعني ميد كارثس ولا لكس ولا هذا البيس أتاك دامج حقه هم أقل لما تلعب ميلي البيس أتاك دامج حقه هم عالي فيهم لما تبتتحسن في شي اسمه في تريني أو على تشامبيون أو على فارم يهم انه انت تلعب بالتشامبيون اللي انت تبتتحسن فيه أول شي نسوي تدخل جيم لحالك اللي هو الماستري بيج اللي سويناها والرون اللي سويناها وتفر الشامبي أخذ الشامبيون أروح ما عندي ولا رونز ولا عندي ولا ماستري وأطلع به واروح أحاول أفرن عندك حاجتين لازم نسويها يا في 5 دقائق توصل 38 فارم طبعا 5 دقائق أكتر شي تقدر توصله 43 فارم بس لو جيب 38 أنا بقول لك انت متازق وكويس أو تستنى إلين 10 دقائق أو 11 دقيقة وتجيب 100 فارم 11 دقيقة 100 فارم ولا 5 دقائق 38 فارم كل ما توصل 5 دقائق وقت كم فارم جيبت آه جيبت فوق الثمانية وثلاثين ممتاز جربها 10 مرات كمان أو 4 طبعا أول مرة حتجرب مستحيل جيب 38 حتشوف وانا وانا سوي التمرين هذا دايما ومتمكن منه طبعا أشتري أول وماعد حنشتري ايتمز بعد كده حنروح نكمل وحنروح نوصل ما بغير ولا شي في حاليا أبغاروح أبغارفرم كإني داخل جيم أساسي بس بدل ما مينيونز وكاستبز وكذا وهذا بغير أروح على جيم أجرب أفرم فيه طبعا نبقى حاول نسوي CS بالاوتو أتاكس فقط من دون أبليتي ما تستخدم الأبليتي إلا إذا ما في أي طريقة ممكن تشيل الـ CS هذا قبل ما يموت إلا بأبليتي دايما باك تتعود لا تتعود أنه أنت تضيع إمانة على CS أباك تتعود أنه أنت تأخذ CS بالاوتو أتاكس إيش ما كان اللي تلعبوا يا شباب حاول تتعود إنك تجي بالاوتو أتاكس ما تقدر تضيع على المينيونز ليش ما تقدر تضيع على المينيونز لأنه أنا لو أرى بلعب قدامك وشفتك استخدمت الأبليتي الأولى والتانية على المينيونز حقوم أدخل عليك على الطول أسوي فضروري ضروري ضروري جدا أنه أنت تتعلم تسوي من دون من دون ما تضيع حقتك أو من دون ما تضيع كل الأبليتي حقتك آه واحدة أبليتي غصبا عنك إجباري تسويها وبعد أن تلعب سيف ترجع على وراء عشان لحد يستغل أنه أنت ما عندك الأبليتي هذا ويضربك إياها ما هي موضوع 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 طبعا يعتمد يعتمد على الأبليتي اللي تلعبها فيه زي 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 الأخ هذا والله 28 والله 25 آه مانا في بداية الجيم أوه ما تخسرني كثير إيا بس يعني ضيعت هذا حين واحد يمكن يجي يضربني وياخد عليه فالفكرة أنه نبغى نكمل بالطريقة هذه نطالع إلينا آخر لحظة طبعا الشامبين اللي في بداية أو في أول في أول في أول نبغى لوصل لفل 2 بسرعة أحيانا وأحيانا لا أنا أنا أبك بس تلعب تسوي فار زي كده وإنت ما تحرك وإنت واقف وإنت ما تسوي أي حاجة برم وأوقف سيمبل إليهن زي ما قلت لكم شاب فخمسة دقائق تكون مية في المية ووصلت لأكثر من 38 لو ما وصلت أكثر من 38 عيد 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 إليهن توصل 38 ومو توصل 38 مرة واحدة أو وصل 38 عشرة مرات وربعة أبغى كده عشرة مرات تجربها إليهن ما توصل دوني يا شباب ما استخدمت الابلتي إلا و أنا متأكد أنه رائح طبعا ما همني التور ما همني ولا شيء كل اللي همني إني أنا أبغى أفرم أبغى أوصل لأكثر من 38 فارم في 5 دقائق ممتاز وصلت في 5 دقائق 38 فارم جربتها عشرة مرات وربعة بنروح للخطوة اللي بعد الخطوة اللي بعد أنا قلت لك وإنت بتفرم دحين فرم وإنت واقف ما بتركز عليها بس بتفرم بعد كده الخطوة الثانية قلنا الخطوة الأولى تفرم وإنت واقف تحاول توصل 38 ما هتوقف اللي أنت تجرب كم مرة قلنا يا شباب اللي أنت تجرب 10 مرات اللي بعدها أبغى وأنت تفرم شايف كيف أنا بضط الماوس يمين يسار طول الوقت أبغى زيك كده نفس الشيء تلعب وجيبها 10 مرات وإنت بتجيب يمين يسار كل مرة جيب فوق الثانية وثلاثين في 5 دقائق تعيدها وتجلس تلفلف ما توقف محلك فيه ناس كثيرة وقف محلو زيك كده ويحاول يفرم بذاته وإنت في لينيك فيز مع ناس ما هتقدر أبغى تجلس أول مرة تجيبها 38 وتلحالك ثاني مرة تجيبها 38 وإنت بتتحرك كل شوية مستحيل تتعلم تفرم يا شباب إلا بالتكرار هذا ما في ولا طريقة تانية تتعلم بها إلا بالتكرار تشوف 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 هم اللي دائما يسووا أكتر دائما تشوف تشوف تتعلم عليها ما هتقدر تجيبها إلا بالتجربة ما هتقدر تجيبها إلا بالتريني بعد ما تتمكن من الكلام هذا خش للمرحلة اللي بعدها إيش المرحلة اللي بعدها أبغاك زي ما أعلمتك من الفيديو اللي فات تسوي كل ما تكتو المينين أو مينينين أبغاك تطالع في المينين شوف راسك أنا المفروض أنه ما تطالع براسك زي ما قلتلك طالع بيونك تتحرك وتضرب المينين ليقسمت كل حاجة في خطة واحدة يا شباب عشان نخليها سهلة أتعلم كيف تضرب المينين لحالهم أتمكنت هي أتعلم كيف تتحرك وتضرب المينين أتمكنت هي أتعلم كيف تتحرك وتضرب المينين وفي نفس الوقت طالع في الميني واب مع كل اثنين مينين أوكي إلا ما تتمكن منها وبرضو تجيب 38 في كل 5 دقائق ولا تجيب 100 في كل 11 دقيقة بعد كذا تسويها وانت الحالك من دون ماستر يزورونز وانت بتتحرك وانت بتطالع في الميني ماب بعد كل مينينين كل 5 إلى 6 مينينز تفتح تاب تشوف التشامبيونز الثانين إيش بيسو إذا تمكنت من هذه وسويتها كل يوم طبعا خدوها مني يا شباب بالقليل 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 20 إلى 40 ساعة عشان تقريب تسوي الكلام اللي أنا بقول لك إلا إذا أنت محترف وعندك دوتا وتعرف تلاب من زمان أنا ما بقى تسويها مرة واحدة أبقى تسويها كل جيم أبقى تسويها في كل وقت خلاصنا من الكلام هذا كله يا شاب نرجع نطلع يدخلوا جيم مرة تانية وتسوي نفس اللي سوينا أول بس معاك 2 بطات نبدأ أبغى بطين طبعا عشان جيب بطين لازم تجيب 5 للأسف عشان يجي قدامك 2 لأنه لو أبقى خطة 2 بس كل واحد منهم وحيروح في الليل وباك تتحرك وباك تطالع في الميني ماب وما عندك ماستريز ولا عندك رونز وباك تفك التاب وباك تجيب 38 في أقل من 5 دقائق في 5 دقائق أو 11 في 11 دقيقة بعد ما تسويها بالطريقة هذه وتخلصها من دون رونز و ماستريز تروح تحط الروز حقتك العادية مع بطات وتلعب قدامهم برونز و ماستريز بالأيتم برشيس حقتك العادية عشان خلاص انت تعود دحين على كل الشامبيز لو انت تعودت من دون أي رونز و ماستريز تقريبا تقريبا حتغطي 3-4 الشامبيونز في الجيم نفس الشي هنكمل نروح دحين في بوتين ما عندي رونز و ماستريز نجيب 38 نطالع في الميني ماب كل منيينين نسوي تاب كل 5 منيينز كل 6 منيينز وتتحرك طور الوقت ما توقف ايش الميز ايش الفكرة من الحركة هذه الحركة هذه انه والله يتخلي الأدم اللي قدامك ما يقدر يجيب عليك بسهولة الحركة هذه تخلي الجنغلر هو جاي ليس انه سوى كيو لازم لازم يترقتك مصبوط لازم يحترف عليك الحركة هذه تعطيك طول الوقت يعني بالصدفة ما تنضايق يعني لازم الأدم اللي قدامك عشان يترقت يسوي لك اياها زي الناس بعدها تروح على حقتك الطبيعية وتشتري الطبيعية على الشامبيون اللي تلعبوا طول الوقت وتجربها مرة تانية ولين تجيب 38 ولا 100 بعد كده تروح تسويها في واباك تجيبها في طبعا مستحيل في كل هذه حالات خاصة بس لو ما في مؤثرات خارجية وما مت المفروض حقك نبغى نوصل ما نبغى نوصل 100% يا شباب نبغى نوصل ما بين 80% إلى 100% بعد كده حيبقى الشيء التاني والأخير واللي هو أهم كيف تحت التور وانت تحت التور لا تنسوا شباب عندنا ثلاثة نوع مينيون عندنا الملي مينيون الملي مينيون يبغى له ضربتين من التور بعدين ضربة منك الكاستر مينيون يبغى له ضربة من التور وضربة منك بس إذا كنت اي بي لازم ضربة منك ضربة من التور بعدين ضربة منك عشان تشيله والكبير الكانون مرة سهل تسترنوا إليه ما هلثوا ينقص وتأخذه يعني ما في عدد ضربات ما حدا ضرزون ستة ولا سبعة بس ما حدقل تعدها وإذا كان هلثون أقص فإنت دائما الكانون مينيون مرة سهل تتعامل معا لأنه هتشفوه الملي ضربتين تور بعدين ضربة أوتو أتاك الرينج إذا كان عندك اي دي عالي ضربة من التور ضربة منك إذا كان عندك اي دي مرة واطي يعني أوتو أتاك شاقتك ما تضرب مرة كثير يبغى لك ضربة انت أوتو أتاك بعدين تور بعدين أوتو أتاك لما تلعب معاك سبورت إيش يسوي سبورتي الفاهم السبورتي الفاهم هو يضرب الأوتو الأولى على الكاستر بعدين التور يضربها بعدين أنا أضربها دائما تشوفونا البوتلين ماتشاب يختلف الماتشاب شوي لأنه فيه اتنين بيتعاملوا مع الواف هذي وهو يعرف كيف يتعامل معا آخر شي شي بسيط كده بأتكلم عنه المينيونز إيش البيتراتي حقهم المينيونز لما يجوا يضربوك نفس الشي اذا في منين قام ضربك انت يقوم بدربتم heart. اذا كان في منين بيدرب منين اخر اذا قد يدرب منين وهذه يقوم اساعد Trail قالت او نا ايه في انكنه يساعدوا معشيه فاول شي يدرب champion الذي ضرب champion ثاني شي يدرب champion يضرب المينيون الذي ضرب champion ثالث يدربappa رابع الشيما يضرب هو مينيون يعني إذا المينيونز عندك ماشين وفيه مينيونز قدامهم وفيه تاور وإذا ضرب مينيونز تلاقي المينيونز كلهم قلب على التاور برضو هذي حكتب لكم إياها في الديسكريبشن على أساس تلاقوها موجودة بعد كده لو ما في أي شي يضربوا إنت ضرب مينيونز وما في لات شامبيون جنب وكلهم حيقولوا بقى الشامبيون بعد كده إذا ما في أي واحدة من البرائيورتيز هذه على طول يقوم ايه والحاجة الأخيرة حاوريكم دحينا الوايف يا شباب أول وايف حتيجي أول ما جاء المينيونز هيوقفوا قدام بعض وحيدربوا بعض والثلاثة هذولا حيموتوا في نفس الوقت تقريبا فإنت إيش تبقى تسوي تبقى تخفف هذا بسرعة وهذا بسرعة أو واحد على أساس والله واحد منهم ينقص قبل الثاني وتقدر تتعامل معهم بكل سهولة ضروري لما تسوي كلير للمينيون وايف دائما في حالات إنه اثنين وثلاثة مينيونز في نفس الوقت ينضربوا وينقصوا في نفس الوقت ما حد يقدر تضرب الاثنين منيونز في نفس الوقت بندون أبليتيز ولا ثلاثة منيونز فإيش تسوي فتخفف مينيون قبل الثاني عشان واحد يصير أول تضربه بعدين تضرب نفسك فهذه التكنيك لازم تتعود عليه وتتعود عشان تعرف إنه ما تضيع مينيونز ثاني أباكم تشوفوا أول وايف وطبع طبعا هذي مو بس تسير في أول وايف تسير في أي حالة فيها شي اسمو فيها ريسيت للوايف أوكي الوايفات متساوية مع بعض أو أحيانا حتى مو متساوية مع بعض والله منيينين بينضربوا وينقصوا في نفس الوقت أدخل هنا شوف أول ثلاثة حينقصوا في نفس الوقت فهذا أول واحد جاء فأكله ضربتين قبل الباقي بعدين توزعوا كلهم فنبغى نقص هذا بسرعة اللي في النص أوكي صارت حين عندي مرة سهل أقدر أتعامل مع المينيين ويف كيفيني شو بدل ما هي تكتورة ثلاثة كل واحد كذا قفلت على شرح اليوم إذا جديد أو المرة تشوف يا شباب أو you like what you see please make sure you subscribe and you follow and subscribe في YouTube follow في Twitch إذا ما تعرف أن أنا أسوي بث أنا أسوي بث كل يوم في Twitch وفي YouTube الساعة 9 ونصب توقيت السعودية thank you so much نشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة